اشتركوا في القناة كما ذكرتم هو أن يتصل هذا القلب بربه فيمتح منه الحياة وكل متصل بالحي يكتسب الحياة وكل الفصال عن الحي يورث نفسه الفناء وإن الحبل الموصل من قلب العبد إلى الله هو هذا القرآن هو حبل الله المتين طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله سبحانه عز وجل فإذا استنار القلب بهذا النور حصل المقصود المراد من كل العبادات ولو أن الصيام ذكر هذا المقصد صراحة لعلكم تتقون والتقوى محلها القلب ولا يعلم ما في القلب إلا الله فما هي هذه التقوى المراد تحصيلها من وراء الصيام بالقرآن حتى نعمل بإذن الله في الشهر الذي هو الآن على أبوابنا لتحصيلها حينما قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر وهو يعظه قال يا رسول الله أوصني قال عليك بتقوى الله ثم فسّل لهما ما للتقوى فإنه رأس الأمر كله فشبه الإسلام بإنسان كامل وشبه التقوى بالرأس فالإسلام كله بغير تقوى كجسد بلا روح ميت كل ما يصدر عنه من عبادات إنما هي حركات ينفصل فيها القلب عن مراد الله من تلك الحركات فتصير حركات بلا معنى وبلا جدوى لأن الله لا يريد أجسادا تركع ولكن يريد قلوبا تخشع وتتصل بالله سبحانه عز وجل وعين تدمع فهذا التفسير البليغ لرسول الله يضعنا أمام لب المسألة وهي التقوى رأس الأمر أي روح الدين فما هو الدين ما هو الدين حتى تكون التقوى رأسه الدين إن شاء الله تعالى سموه عقيدة زيدة زيد عقيدة زيد وعبادة صراحة صراحة عقيدة عقيدة وعبادة زيد وأخلاق على مستوى الفرط وعلى مستوى الأمة زيد واسموه فما إن شاء الله تبارك الله تعالى أي نعم دعوة يا آداب شريعة شريعة تحكم مجالات الحياة كلها فلا ينبغي إذن للتقوى أن تخلو من هذه الأربع من عقيدة من عبادة من أخلاق من علاقات اجتماعية نستطيع أن نقول إذن عقيدة بلا تقوى كلمات جوفاء يلقيها الناس فالفرق بين من يقول لا إله إلا الله بقلبه مخلصا فاهما معناها عارفا بمستلزماتها مطبقا فعلا الفارق بينه ومن يقول مئة ألف مرة لا إله إلا بلسانه وقلبه غافل الله كالفرق بين السماء والأرض من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة قيل وما أخلصها قال أن تنهاك زيد عن محارم الله فلا إله إلا الله تقولها ثم أنت عاكف على المعاصي ما قيمة هذه الكلمة عندك صارت ككل الكلمات التي لا أثر لها وإن أعظم الكلمات أثرا في دنيا الناس من آدم إلى يوم القيامة هي لا إله إلا الله ينفى المسألة الأولى أن العقيدة ينبغي أن يكون لها روح لأن مجموعة من أبناء الحركات الإسلامية حينما يحدثون الناس عن التوحيد يجعلون الموحد في عرفه ومن يحفظ بعض القواعد حول مسألة ما معنى التوحيد توحيد الربوبيا كذا توحيد الأولوية كذا ويظن لمن حفظ ذلك أنه أصبح إمام الموحدين وأنه من لم يحفظ هذه القواعد أصبح عياذا بالله لا ينتمي إلى السلف الصالح هكذا يعتقدون وتجدهم عياذا بقلوبهم مملوء بالغروف ويزكون أنفوسهم لأن قلبهم لاهم فارخ مغطر فرحوا بما عندهم من العلم فرحوا فرح يؤدي إلى البطر فدعوني بإذن الله في هذه الدقائق أسرد عليكم إن شاء الله تعالى روح هذا الدين من خلال الصيام أي ما يريد المولى تحقيقه للعبد في شهر رمضان من روح للدين في حياته على مستوى الفرد وعلى مستوى الأمة وأبدأ بإذن الله بالنقطة الأولى روح العقيدة كأثر من آفار الصيام ثانيا روح العقيدة أو روح العبادة من خلال صيام تقوى ثالثا روح الأخلاق من خلال الصيام أي تقوى الأخلاق والرابعة روح إن شاء الله تبارك وتعالى العلاقات الاجتماعية من خلال الصيام أي تقوى وأنت تتحرك مع المجتمع إذن تقوى بينك وبين الله عقيدة تنظم علاقتك بينك فما دخل الصيام في هذا؟ بسرعة أقول لكم وبدون إطالة فإن الصيام هو العبادة الوحيدة كما تعرفون الذي لا يعرف أحد من يصوم وأنت بين فئة من الناس إلا الله فأنت إنما تربط هذه العبادة بينك وبين ربك فتختلي في مكان لا يراك فيه أحد وتكون جوعان وعطشان وأمامك الزوجة الطيبة وأنت محتاج لذلك لكنك تعرف أن الله نهاك أن تقترب من هذا الحلال هذه مراقبة تسمى المراقبة فإن الصيام يغرس فيك مراقبة الله وهي أصل كل عقيدة سليمة فلا يمكن بعد ذلك لمن يستحضر قرب الله أن يتعدى على أحد أو أن يخون أمانة أحد كلمات بسيطة لكنها عميقة فالإسلام بقدر بساطته لكنه عميق التأثير هل تجدون أن الله تعالى حينما يقول وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَعَنَّ يُوسُفَ حِينَ مَغَلَّقَتْ الْأَبْوَابَ قَالَتْ هِي تَلَقَّالَ مَعَابَ اللَّهُ وَعَنَّ الْكَثِيرَ الْكَثِيرَ مِنْ مَنْ مَنْ امْتِحْنَ مِنْ قِبَلِ شُيُوقِهِمْ لمعرفة مدى استحضارهم لله إذا خلوا بربهم سبحانه كثيراً من ذلك فعلوه مع تلامذتهم فوجدوهم يحسنون ذلك وكان الاختيار يتم عن طريق هذا الامتحان كما ورد أن أحد الشيوخ رأى في المنام رؤيا أن طلبته فيهم رجل صالح عليه أن يعرفه ثم بحث عن الكيفية والوسيلة التي بها يعرفه فأعطاهم في الصباح طائراً طائراً فقال لهم اذبحوا هذه الطيور في مكان لا يراكم فيه أحد فذهب كل واحد فاختفى هذا من وراء سدر وهذا من وراء حجر وهذا من وراء أكمة وهذا دخل إلى بطن أرض فيما يشبه القبر فذبحوهم ثم عادوا فرحين وبيدهم دماء طيورهم تتقطر إلا شاب جاء بالطير حياً وهو يبكي يذرف دموعاً على أنه لم يستطع تنفيذ أمر شيخه فسأله أمام الطلاميذ وهم منشرحون منبسطون لتنفيذ أمر شيخهم فقال كلهم نفذوا أمري فلماذا لم تنفذ الأمر أيها الطالب قال يا شيخنا أمرتنا بأمر ما استطعت تنفيذه لأنك قلت اذبح في مكان لا يراك فيه أحد فأيما مكان استترت فيه عن عيون الخلق إلا رأيت أنني لا أستطيع التستر عن عين الله صرم صرم يا أخوة ترقب مولان المراقبة بل إنه ينقلك من مجرد المراقبة أن تراقب الله لكي تصعد وتترقى لكي تصل إلى معاملة ربك على وجه المشاهدة كأنك تشاهده وهو الإحسان المرتبة الثالثة العليا من مراتب الدين كأنك ترى سئل النبي من قبل أستاذه جبريل في الحديث المعروف عن الإحسان فقال تعبد الله كأنك ترى على وجه المشاهدة فإن كنت ترى الله يراك ومطلع عليك لا تستطيع أبدا أن تجابهه بالمعصية أي أرض تقلك وأي سماء تظلك تعصي يسألني الشباب عن الاسترناء باليد ماذا يقول فيه الشارع فأقول له كيف طوعت لك نفسك أن تنكي حيادك وربك ينظر إليك وإن لم تستطع كيف تنكي حيادك والملائكة الموكلين بك تنظر إليك وتسجل عليك أتظن أنك خلقت هملا لو أنك أنت الآن تمشي في المجتمع وقد ركبت فيك كاميرا وفي جهاز في مركز جهاز مركزي هناك من يتبعك بكاميرا في ذلك المركز ويحصي عليك حركاتك لم استطعت أبداً لأنك تعرف مسبقاً أنك مراقب ومحصن عنك كل ما تأتي به من أقوال وأفعال فإنك ستحسب أنفسك فإنك ستعطي لهذا الأمر أهمية بحيث لا يمكنك أبداً أن تقوم بشيء يراك الناس فيه وأنت على غير ما يرام فربك سبحانه يراقبك الإحسان ثم هناك مسألة الإخلاص لأن الصيام أنت إنما تقوم به تنفيذاً لأمر الله من الذي نهاك عن الأكل في النهار هو الله من صام إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه هناك صيام بالاحتساب أنا أصوم لأن الله أمري فأنا أحتسب على الله أن يجزيني لأنني أنفذ أمر خالقي سيدي ربي إلهي أنا لا أنفذ أمر العبيد أنا أنفذ أمر الله الإخلاص ثم بعد ذلك مسألة نفسية أن الله تعالى يريدك أن تقوي إرادة الخير فيك لقد تحدث أخونا جزاه الله خيراً في مسألة الحرب المستعرة بين قبضة التراب وبين نفقة الروح هكذا والحرب بينهم سجال فالروح تريد بك أن تصعد لكي تتشبه بالملائكة والأرض تريد من كان تنزل وهكذا فإن في الصيام شاء ربك أن يقوي فيك إرادة الفعل تقوي الإرادة على ترك ما تشتهي في النفس مخالفة النفس أنا لا أكل لا أشرب سبحان الله بالأمس كنت لا أستطيع أن أتخلص من سيجارة فيأتي رمضان فيقول الله إنك تقدر لا يمكن أن تنهزم أمام شعواتك إنما هو تلبيس إبليس إنما هي ظلمة عنقها الشيطان في قلبك حتى يجعلك يعيساً إن الدنيا هي جهاد ومجاهدة إن الذين جاهدوا فينا لنهدياً لهم سمولنا وإن الله لمع المحسنين أي الذين رقبوا الله تعالى في مجاهدة لأنفسهم فاستعانوا بالله تعالى على أنفسهم ولذلك يكون قوي الإرادة فلا يمكن أن تهزم شعباً قوي الإرادة وإنما المعارك في عصرنا معارك إرادات وإنما انهزم الكثير انهزاماً نفسياً رغم وجود إمكانيات كبيرة لديهم قال عبد العزيز الرنتيسي في كلماتي رحمه الله عرفنا أمريكا لا نخشاها عرفنا عدونا في الخارج لا نخشاها عرفنا العدو الإقليمي لا نخشاها عرفنا اليهود لا نخشاهم إنما نخشا ممن يبث فينا فكرة الهزيمة النفسية نحن لا نستطيع نحن ضعاف لماذا أنتم عاطفيون الواقع يحتم أننا ينبغي أن نكون براغماطيين لماذا لماذا لا يا أخي الله يقول لك إذا كان الله معك فلن يغلبك أحد ثم خذ بالأسباب التي تستطيع وعدوا لهم ما استطعته ومن جملة الإعداد الإعداد النفسي بل إن الإعداد النفسي الإيماني عنصر حاسم في المعارك المصيرية الاستراتيجية في التاريخ وفي التاريخ لم ينتصر المسلمون بكثرة عدة ولا عدد مع عدوهم أبداً بل إن عدوهم خلال التاريخ فاقهم إمكانيات مهدية ومعنوية لكن الذي لم يستطع الحصول عليه الآخرون وتوفر عند الأمة ورجح كفتهم هو يقينهم في أن النصر من عند الله وأن الله ينصر من ينصر دينه وإنما تنصر الدين لما تنتصر على النفس ويأتي رمضان لينصرك على نفسك فقال رسول الله الصائم أمير نفسه الله يقول النفس أمار بالسود لكن في رمضان تنقلب المعادلة الصائم يصبح أميراً لنفسه أنا لا أكل لا أشرب في غير رمضان كل ما تأمر به النفس وتلح عليه النفس تحققه لها سواء كان فيه من فعاء مضره إلا من رحم ربك لكن في رمضان المولى يريد أن تنقلب المعادلة فتصبح أنت أمير نفسك لا أسترسل معكم فجانب الحياة العقدي الذي يكون أثراً للصيام بالنسبة للصائمين أنا بإذن الله تعالى أقتصر على الثلاثة المراقبة والإحسان والإخلاص وقوة الإرادة والعزيمة للتغيير ولمجابهة الباطل قال قال اسماعيل هنية نجوع ولا نركع حاصرون يقف العالم كله ضدنا لكن أبواب الله تعالى لا تغلق وقالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون لا يفقه لهم قلوبهم لا تبصر صم بكم عمي لا يبصرون حقائق الإيمان يعتقدون أن الكون بأيديهم وأنهم يرجحون ما شاء يرجحوه هكذا يعتقدون لكن الله تعالى حينما توجد هذه الفئة التي غيرها الصيام عقديا ستحدث تغييرا يشكل حجة على الخليقة كلها إلى يوم القيامة هذا إن شاء الله تعالى التقوى في الزالم العقدي روح العقيدة التي يحققها الصيام في العبادة العبادة أشكال ورسوم وأخطر ما يخشاه المؤمن أن تتحول العبادات إلى عادات معنى عبادة إلى عادات تصير اسمه يقوم بالإنسان تلقائيا ميكانيكيا لا حضور للروح فيها فسمى الناس جنازة مراصيم صلاة الجنازة وسميت صلاة الجمعة بروتوكولات صلاة الجمعة يحولها لمن؟ لعادات هكذا وجدنا أباءنا يفعلوا لكن الصيام لا الصيام يريد للعبادات أن تكون فعلا حية تؤثر والحي دائما يؤثر والله تعالى لا يصف لك دواء ثم لا يعالجك فإن استعملت دواء الله لنفسك المريضة ولم تتداوى بل بالعكس هناك من يزداده والعياذ بالله مرضا باستعمال الدواء فإن الخلل؟ الخلل هو أنك تستعمل عياذا بالله هذا الدواء بالطريقة التي لم يصف بها صاحب الدواء الذي أنزل الدواء وصف لك الطريقة التي بها تستعمل حتى تنفعك هكذا ولذلك فإن العبادات على رأسها الصلاة والقيام والذكر والتوكل والحياة كل هذا لا يمكن أن يتم إلا إذا استحضر فيه الإنسان ربه وهو يقوم بها يقوم العبد بين يدي الله تعالى سبحانه فيقف إلى جانبه آخر في الصف والفارق بين صلاطيهما كما بين السماء والأرض هتدلون لماذا؟ لأن الأول حينما وقف بين يدي استحضر وقوفه يوم القيامة بين يديه ليعرض على ربه سبحانه والآخر وقف كما يقف الناس لأن الناس يقفون وكفا كان الحسين بن علي إذا توضى انتقع وجهه واصفر فقيل له ما هذه الحالة التي تعترك كلما توضى فقال أتدرون بين يدي من سأقف لو أن أحدكم استدعي من قبل قائد ظالم لما استطاب النوم ولتقلب على فراشه أبدا لا يأتيه النوم ويستثقل الساعات كأنها دهرا وفي الصباح عياذا بالله لا يستطيع أن يستسيغ الأكل والطعام لأنه لا يدري عاقبة وقوفه بين يدي إنسان ظالم فكيف وأنت ظالم؟ لا تخشى الوقوف بين رب الأرباب ولذلك هذه القيام أنا من أنشوف رمضان أتعجب الجمع خاوي ويجيبوا الناس في السجادات ويقرسوا براء والمسجد فارغ وهم يعرفون أن الصلاة المكتوبة أبدا لا تكون صحيحة إلا بتوالي الصفو فكيف يصلي صف في المسجد؟ والمسجد كله فارغ ويأتي الآخرون ويصلون الصلاة المكتوبة لو أنهم اكتفوا بالصلاة النافلة والقيام لوجدنا لهم العذر ما هذا الذي أصاب المسلمين؟ ما هذا الجفاء؟ يأتي مستثقلا متأففا يشكو الحر قال عليه الصلاة والسلام في حديث بن مسعود ذهب مبكرا إلى صلاة الجمعة فكان رابع أربعة يحلون بالمسجد فقال أنا رابع أربعة في هذا اليوم وما رابع أربعة من الله ببعيد وما رابع أربعة من الله ببعيد الرابع على كل حال ما يستناج بزيار يبقى يزعم لنا الجوائز الرابع فالتقوى في العبادات هو أن تكون حية كيف حية؟ أن يستحضر صاحبها الله تعالى في الوقوف يذكر الوقوف بين يديه في الركوع تثقله نعم الله فتجعل ظهره ينثني في السجود لا يستطيع تحمل نعم الله فيخر لله سجدا سجد واقترب اقترب يا أكي اقترب استشعر هذا القرن وهكذا في كل العبادات فأثر الصيام على العبادات هو أن يجعل العبادات حية بتوفر استشعار الله في العبادات لأن حياة العبادات لا تتحقق إلا بكونها متوجها بها إلى الله ولا يتوجه بها إلى الله إلا إذا استحضر المتوجه بها الله في كل ما يفعل ويقول في كل عباداته ثالثة تقوى الله في الأخلاق ألخصها في فائدتين الفائدة السلبية أن كثير من الناس يتأففون من الصيام وينسبون إلى الصيام كل قبيحة فعالهم وسوء صنعهم الصيام أخي للناش أنا راني مرمضان كلام تلك ألسنة الناس حتى صاروا يشوهون الصيام بهذه الكلمات عبر الإعلام اسمه أخي رمضان وإذا كتسبوا الناس والعياذوا في تلك الأيام مشحونة والصيام من هذا بريء لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في المسألة السلبية التي يحققها الصيام تقوى أنه إذا شاتمك أحد أو سابك فعليك أن تبين أن منهاج الصيام يأبى عليك أن تجهل مع جهله فإنك ارتقيت 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 أنت تصوم لله فتقول له إني امرؤ صائم تذكره إني امرؤ صائم إني امرؤ صائم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدعى طعامه وشرابه لماذا سبوا الله لماذا الصخب في الأسواق لماذا كثرة الطلاق في رمضان لماذا سبحان الله هذا ما جنت أيديكم في رمضان وتنسبون ذلك إلى رمضان سوء أدب يعني أنت تعصي وتضيف إليه سوء الأدب حينما تنسب ذلك لرمضان ألم يقول عليه الصلاة والسلام الشيطان يجري من ابن أدم مجرى الدم فضيق مجره بالجوع أي أنك كلما صمت إلا وقل تأثير الشيطان عليك بل إن بسلس مقال في رمضان تفتح أبواب الجنان تغلق أبواب النيران وتصفض مرضة الشياطين فلا يخلصون في رمضان إلى ما كانوا يخلصون إليه في باقي الشهور إذن فالله أعانك أنت تكذب ربك حينما تنسب إلى رمضان عياذا بأنه سبب كل ما يقع للناس في الأسواق كثرة طلاق السب لمدق الشجار قل إني صائب أترك قول الزور هكذا وأما في المسألة الإيجابية فهذا أمر عجيب أنك كل ما جعت كل ما أرقت نفسك وهذا اللي كان يقولك بالطين مع الروح أي كل ما صمت وقمت أي أنك أقللت من التراب ومن حاجات الجسد الذي يجذبك إلى الأسفل وتزيد في القرآن لترطفع أحسن شوه هنا تقلل وهنا تزيد 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 الكفا معناها أنك ترتفع 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 ترتقي وعجيب هذا الأمر أنه كل ما قل تأثير الطراب لأنه هذا واسمه هذا الجسد إنه واسمه فيه الروح لك تغي تأكل 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 والروح لا تتغذى بالروح الذي جعله الله غذاء لها ماذا يحدث ماذا يحدث كأن هذا الإناء هذا الإناء هذا الإناء لأن شاء الله أمرت بشي حاجة وعندك نعمس ديني ايش حاجة بس ما عندك هنا مثلا جوهرة جوهرة أمرتها الله يحفظه بالقثران حتى أمرت بانت ولا بتباج تسخت تدست لا تستشعر إلا ببطنك وقد انتفخت وفوق البطن قلب وكلما أكثرت العكل وقامت المعدة بطحن ذلك إذا بهذه النيران تفرز دخانا والدخان مباشرة يذهب إلى إلى القلب فيغش القلب كما لو أنك تنفخ في مرآة فانظر حينما تنفخ في مرآة حينما يخرج القاز كاربوني فإنهم يتركوا أثرا فإن لم تبسح مباشرة وصرت تنفخ يأتي الوقت الذي يذهب فيه لمعان الزجاج وإذا بالزجاج يصير أعمى وكذاك القلب فوق البطن من كثر أكله كثر شربه من كثر شربه كثر دمه من كثر دمه كثر نومه من كثر نومه قسى قلبه وإن أبعد القلوب من الله القلب القاسي يعني أن هناك علاقة بين الطعام وبين هذه الروح بين القلب فحينما تجوع يترقق قلبه قال أبو سليمان الدراني العبادة حرفة حانوتها الخلوة وآلتها الجوة نعود هذا لم يقولها إلا عن تجربة مغيرة وبعد مجاهدة قال أبو سليمان الدراني رضي الله عنه العبادة حرفة حرفة تعمل دينا نحن العباد نحن عبيد الله حرفتنا مهمتنا عبادة الله العبادة حرفة حانوتها الخلوة حينما تختلي بربك وآلتها جوة حينما تجوع فتقرأ القرآن وإذا بالبطن الفارغ حينما يفرغ تستشعر قلبك لأن صاحب البطن المملوء لا يستشعر قلبه تموت أحاسيسه لأن البطن الفارغ يميت الفطنة البطنة تذهب الفطنة كما أوصى لقمان بنه وإن ذاك حينما يفرغ القلب يفرغ البطن ويجوع واسموك وتقرأ القرآن يترقق القلب وتشف الروح واسموك دير لك واسموك دير لك في الأخلاق فتدخلك في تذكر إخوانك الجائعين طوال العام فتنقضح الرحمة في قلبك وتستشعر جوع إخوانك أنطي هذا إخواني فتجود فرمضان والجود والقرآن قرآن قرآن رمضان والقرآن والسخاء والجود قرآن فيدخل في باب الإحسان الإحسان الأول في مجال العقيدة أن تعبد الله كأنك ترى آثر من آثر الصياء وفي مجال الأخلاق هو إحسان في اتجاه المخلوق ولا يحسن إلى المخلوق إلا من أحسن مع الخالق في العبادة لأن الذي يعبد الله كأنه يراه فإنه حينما يتصدق فهو لا يتصدق إلى الناس متكبرا متعجرفا يرى لنفسه نعمة على الآخرين وتفضله ولكن يفعل ذلك لأن من يعبد الله كأنه يرى يضع ذلك في يد الله قبل أن يضع في يد الناس من ذا الذي يقرض الله قبل أن حسن قيل لسيدنا يوسف عليه السلام لماذا تطيل الجوع وتملك مفاتيح خزائن السماوة خزائن الأرض في مصر من الذي يعلك تجوع ومفاتيح خزائن بيدك قال أخشى إن جعت أن أنسى الجائع لأن البطن الملأ لا تتفكر أخشى إن شبعت أن أنسى الجائع أخشى إن شبعت أن أنسى الجائع لأن البطن الملأ لا تتفكر في البطن الجوعان أبدا أبدا يحكيوا على القصة أن امرأة كانت إن شاء الله بحث الصدقة هي اللي تعمر لنسى الطعام وكان تجع نقول عمره 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 فالتفت أحد الحكمة فقال راجعان بالديوبيا فلما شبعت هي ذاتها ستقول لهم آه النصر أشبعان قلوا شوية قلوا شوية هكذا إذن هذا الإحسان إذن هذا التقوى في مجال الأخلاق سلبية الصبر على أذى الناس وتذكيرهم بمنهاج رمضان النصائم وإنجابا أي الإحسان إلى الناس حينما تجوع وتستشعر إخوانك الذين يجوعون ويموتون في العراء لا إله والحمد رسول الله وإما في العلاقة الاجتماعية فالتقوى تقوى الله تبارك وتعالى ألخص في مسألة واحدة وإي أن المؤمن يحب للمؤمنين ما يحب لنافسه كل المؤمنين وإن أحب ما تحب للناس تحب أن تطعم الجائعة أن تكسو العريان أن تسقي الضمآن مزيان مزيان لكن أحب ما تحب هو أن تنقذهم من النار ولذلك فإن الدعوة إلى الله في رمضان في الصيام شهر القرآن بديغة المؤثرة لأنها فرصة للتوبة تفتع أبو 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 نفوس لإستقبالي لاستقبال نور الله أنا من أنقرأ على السيدي العلماء يقول لك رمضان كانوا واسمه يغلقون الكتب يتفرغون لأنفسهم يقرؤون القرآن الإمام الشفعي كان يقرأ ستين ختمة في رمضان والإمام مالك كان يقول لهم أنا أقول لهم اليوم لا لا اليوم لا اليوم لا الأمة ضاعت فإذا وفر الله له فرصة المآب والتوبة وبدأ الذين لم يعرفوا المسجد طوال العام ولم يسمعوا القرآن طوال العام قادهم الله إلى المساجد الدعوة 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 أقول لكم كم من إنسان مسكين استل من أنياب الشيطان في رمضان فقاده المولى رحمة بإلى المسجد فصادف موعظة فكانت هي التي غيرت مجراه كله ومصار حياته كلها وحولته إلى إنسان آخر فتبارك الله عسن الخالقين وإني أستحضر مجموعة من هؤلاء رأوا لي قصصهم كيف أن مرة واحدة جاءوا إلى المسجد فإذا بكلام الخطيب أو الواعظ يصادف حاله كأنه يتكلم إليه فيفهمها رسالة من ربه لسان حالها يقول أنا الذي جئت بك إلى المسجد رحمة بك أنا الذي أخاطبك بما في نفسك أنا الذي أريد أن أجذبك إليه فعد إليه عد إليه هذه التقوى رأس الأمر كله روح الدين روح العقيدة استحضاراً لقرب الله إخلاصاً له تقوية لإرادة التغيير روحاً للعبادات استحضاراً لله سبحانه في العبادات حتى لا تصير عادات ورسوماً وأشكالاً لا تؤثر في مسلوكيات الناس بل عبادات للمعبود حية تستحضر الله تعالى سبحانه عز وجل وتكسب قيمتها عند ربها وعند المؤمنين وفي واقع الناس تقوى في الأخلاق حينما يقول العبد لمن يؤذيه لا أجهل معك إني صاعم أنا أصوم على كل ما لا يرضي الله وإنما أتحمل الجوع لكي أتحمل أمثالك وتحمل سوءك وقبحك فلا أنزل إلى ما نزلت إليه وإجاباً أن الجوع يرقق القلوب ويذكرك بمعاناة إخوانك ويدفعك للبذل لأن الصيام اقتصاب ولأن الذي يجوع شهراً كاملا على نصف بطله لا بد أن يبذل النصف الآخر لمن لا يجد ليحقق الله تعالى ما يسمى بالتكافل وعما تقوى الله تعالى في علاقتك مع المجتمع فإنما هو حبك للخير للناس وإن أحب ما تحب للناس أن تنقذهم من الشقاء الدنيوي والعذاب في الآخرة وهو الضلال أي أن تدعو إلى الله لأنه شهر دشن الله فيه مشروع إصلاح البشرية وردها إليه فليكن رمضان كما أراده الله مشروع إصلاح للبشرية إليه من قيامه ورد العباد بعد عام من الغفلة إلى ربهم ولن يكون ذلك إلا بنشر الدعوة إلى الله أغلقوا الكتب تفرغوا للقرآن ما أنا تفرغوا؟ أي لوحدك يقرأ القرآن والتراويح وهكذا أسمعهم العلماء يقولون ولماذا هذه الدعوة؟ لماذا هذه الدروس؟ كأني أشم أن هناك تقليل يا أخي يا أخي هذا واقع وذاك واقع يا أخي إن كنت أنت من علماء اقرأ القرآن والزن به نفسك لكن الأمة عليك أن تستحضر واقعها وحاجتها في سهل رمضان فلا تحكم على الأمة بحاجتك أنت ولكن اجعل حاجة الأمة أولى من حاجتك وإن أردت أن تعتزل بالقرآن افعل لكن الأمة في رمضان تهفو إلى أن تعود إلى ربها فهي تنتظر من يأخذ بيدها صلى الله على حبيبنا